بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على شيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ قرآني أرساه الله تعالى في سورة الحجرات وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ورد في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع بني المصطلق الذين أسلموا بعد غزوة بني المصطلق على أن يرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجمع منهم الزكاة صدقات الأموال وانتظروا بالفعل أن يقدم هذا الصحابي عليهم حتى يأخذ منهم صدقات أموالهم ليحملها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ذهب هذا الرجل في الطريق وجد أن هؤلاء الناس قد خرجوا لملاقاته يعني خرجوا لاستقباله لكنه ظن فيما بينه وبين نفسه أن هؤلاء القوم لربما خرجوا يريدون الفتك به وذلك لأمر كان بينه وبينهم في سابق عهده بالجاهلية ومن هنا اتخذ قرارا بأن يعود إلى المدينة المنورة وأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق قد أرادوا قتله بالفعل وأنه نجى منهم ثم وصلت الأخبار إلى نبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يستعد لأن معنى الاعتداء على السفير إعلان الحرب وأن هؤلاء الناس لما عهدوا النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد لكن كان لابد من التحقق وسرعان ما أرسل ابن المصطلق وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن تأخر سفير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ولربما كان هذا أمرا قد غير من نفس النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمون وأنهم خرجوا استعدادا لتلقي هذا الرجل والترحيب به ولم يفعلوا ما قاله هذا الرجل من أنهم أرادوا قتله ومن هنا أنزل الله تعالى هذه الآية الشريفة تتلى إلى قيام الساعة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فسماهوا فاسقا بنبأ بأي خبر فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا بمعنى عليكم أن تتأكدوا من صحة هذا القول حتى لا تستعدوا بالحرب أو تتخذوا موقفا فتصيبوا هؤلاء الناس بشيء تندمون عليه بعد ذلك وهم منه براء ومن هنا أقول أيها الإخوة الأكارم إن الله سبحانه وتعالى بهذا المبدأ القرآني أمرنا أن نتثبت من كل كلمة نسمعها حتى لا نحكم على الناس بقول خطأ وحتى لا نتخذ موقفا خطأا وكثيرا ما تنتابنا في مجتمعاتنا هذه الشائعات شائعة في أمر عام متعلق بإنجاز متعلق بقرار متعلق بوزارة متعلق بشخص أو بشخصية عامة هذا أمر يصيب المجتمع بالخلل ما الذي يهدفه مطلق هذه الشائعة إنه يريد زعزعة استقرار المجتمع افتجاه هذا الأمر السائد يعني يريد أن يصيبك بالإحباط باليأس يريد أن يجعلك حانقا أو غاضبا من المجتمع حولك يريد أن يؤلب نفسك على هذا المجتمع يريد أن يجعل منك إنسانا غير راضي عن حالك وهذا الحال في حد ذاته خطر لأنه يجعل الإنسان غير مقبل على العمل ويجعل الإنسان كارها لعمله وكارها لوطنه وناقما على أهله وعلى ظروفه ويجعل الإنسان بعد ذلك في وضع نفسي خطير هذا الوضع لربما أصاب صاحبه بالاكتئاب أو أصابه باليأس وهذا عمل الشيطان أو ربما جر عليه خيبات وويلات وهذا كله أمر لا ينبغي أن يقع في مجتمعاتنا أمر آخر لربما أصابت هذه الشائعة إنسانا في عرضه والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأكد وحرم الله سبحانه وتعالى قذف المحصنات الغافلات المؤمنة يعني مثلا تطلق شائعة في عرض إنسان عن علاقة فلان بفلانة عن شخصية عن ممثل عن مطرب عن 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 أو حتى في دوائر العمل هل سمعتم ما وقع بين فلان وفلان أو ما بين فلان وفلان أو ما بين فلان وفلان إلى غير ذلك ثم يتهم الناس بعضهم بعضا زورا وبهتانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره إنك تكلم عن إنسان بكلام يكره بكلام سيء واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلان أحمق وأنا قلت عنه أنه هو أحمق وأنا صادق في هذا الكلام فلان بخيل وأنا قلت عنه أنه بخيل وأنا صادق في هذا الكلام قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته هي دي الغيبة إنك تتكلم عن شخص في حال عدم حضوره يعني في حال غيابه وهذا الشخص تتكلم عنه بكلام سوء وأنت صادق بالفعل وإن لم يكن فيه ما تقول إن لم يكن فيه ما تقول يعني إيه يعني افتريت عليه يعني ألفت كلام يعني وضعت شائعة وأطلقتها قال وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته بهدته يعني أتيت ببهتان فلان كريم جدا وبعدين تقول إنه هو بخيل هذا القول أو هذه المقولة معناها إنك انت تبهت يعني يندهش عندما يسمع عن نفسه هذا الكلام وقد طالوا بهذه الشائعات زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأها الله تعالى من فوق سبع سماوات فاتقوا الله في أنفسكم وتأكدوا من كل قول تسمعونه وجعلوا الكلام يموت عندكم حتى ننجي مجتمعنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء إنه سميع قريب ومجيب الدعاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر